أهلاً أصدقاء إذا كنتم لا تريدون أن تتدهور نفسية ديلان وأيضاً إذا كنتم تريدون مشاهدة حلقات سعيدة في المسلسل فلنضغط على زر الإعجاب ولنتابع الصفحة هل ستتدهور نفسية ديلان؟ هل سيعلم بران وديلان الحقيقة؟ هل ستخبر بيرفين بران بالحقيقة أخيراً؟ ما هي خطة هاجر الغادرة؟ هنا سأجيب على جميع سئلتكم أيها الأصدقاء لنمتقل إلى الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدم وفي الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدم ستبكي ديلان وتحزن عندما تتلقى ندأ وفاة طفلها ثم ستتدهور الحالة النفسية لديلان مع مرور اليوم لأن ديلان لن تصدق أن ميران مات مهما حدث وسوف تصرخ ديلان وتصره عندما ترى أن هناك حداداً في الواقع سوف تدمر ديلان كل مكان وكل شيء كما سيحزن بران ويبكي عندما يرى أن حالة ديلان سيئة لأن بران لن يرغب في خسارة ديلان بعد ميران وبطبيعة الحال سيعطي ميران الصغير ديلان الدعم الأكبر في هذه العملية سيذهب ميران إلى ديلان ويطلب منها ألا تكي عندما ترى ديلان أن ميران منزعج بسببه فإنها ستعيد ترتيب نفسها على الفور لذلك سوف تتعافى ديلان وتستعيد صحته العقلية أيضاً بفضل ديلان سينطلق بران للعثور على ميران مرة أخرى بأمل كبير وفي الحلقة القادمة ستبدأ الحقيقة في الظهور بيرفين لا تتحمل مسؤولية السر التي تخفيه هاجر وستقول الحقيقة لأيهان ونتيجة لذلك سيعلم أيهان أن ميران هو أبن ديلان وبران عندما يعرف أيهان الحقائق سيذهب على الفور إلى قصر كارابي ويقرر إخبار بران وديلان بالحقائق إذا لم يتمكن أيهان من كشف الحقائق فسوف تظهر الحقائق من تلقاء نفسها وهكذا ستكتشف ديلان أن ميران هو في الواقع ابنها نتيجة لذلك ستطلق ديلان على بران ميران اسم ابننا لكن بران لن يصدق ديلان لهذا السبب ستجري ديلان سراً اختبار الحمض النووي لميران ستكون نتيجة اختبار الحمض النووي إيجابية سيصاب بران بالصدمة عندما يرى نتائج اختبار الحمض النووي الذي أجرته ديلان على ميران لهذا السبب سيذهب بران على الفور للمطالبة بالمحاسبة من هاجر وطارق لكن طارق وهاجر سيختلقان كذبة مرة أخرى لأن ديلان وباران يعرفان الحقيقة سيقول طارق أن يلدريم أحضر لي ميران عندما كان طفلاً لذلك سيتم إلقاء اللوم كله على يلدريم شقيق جيداً وهكذا لن يتم الكشف عن الوجه الحقيقي لهاجر وطارق لكن حسن وآزاد سيضعني نهاية هاجر عندما يتعاف حسن سيقول الحقيقة للجميع ستعلم أزاد أيضاً أن هاجر خائم وهكذا سيتم القبض على هاجر وطارق ستفتح ديلان وبران صفحة جديدة تماماً في حياتهما مع ميران ويجدان السعادة لذا هل تعتقدون أن بيرفين ستخبر بران بالحقيقة أخيراً؟ وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا القسم أيها الأصدقاء للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل التنبيهات وترك تعليقاتكم اعتنيوا بأنفسكم نراكم مرة أخرى